هل معنى كده أن أمراض السمامات يعني غالباً تصيب الأطفال أو المراهقين فقط ولا ممكن تصيب كبار سن في وقت متأخر مثلاً من العمر؟ شوف الحمى الروماتزمية تصيب طفل معدلات الإصابة من 5 إلى 15 سنة أيوة دي معدل إصابة بالحمى الروماتزمية وما ينتج عنها لكن في أمراض جديدة استحدثت يعني بقينا نشوفها أكتر أيوة يعني مثلاً زي التهاب السمام الميكروبي الانفكتب اندوكاردايتس ده بيبقى نتيجة ميكروب ممكن يكون موجود مثلاً في الأسنان وسبناه من غير علاج ممكن يمشي في الدم يروح يصيب السمام بالتهاب كتيري ده بيبقى أخطر ده ممكن ما يكونش نتج عن حمى الروماتزمية قديمة لكن ممكن يكون الإصابة بس بالميكروب ده نتيجة تساوس في الأسنان أو الآخر للأسف برضو حالات الإدمان بالذات اللي بيطعطوا إبر وحاجات زي كده يعني ده بيبقى برضو حالتهم الحقيقة معرضين كتير جداً أنه يجيلوا التهاب كتير في الصمامات ودي بقينا نشوفها في الناس ده بكثرة وبالتالي ده من ضمد المشاكل اللي ممكن تنتج ناهيك بقى عن بقية مشاكل الإدمان لكن ممكن يصيبهم التهاب كتيري في صمامات القلب بقينا نشوف كمان في الصمام الأورتي في سن كبير يعني سن الستين سنة فما فوق ممكن ما يكونش عنده أي مشكلة في الصمامات قبل كده لكن بيحصل فيه مع كبر السن تكلس في الصمام ترسيب للكالسيم جوه الصمام بحيث أن الصمام بدل ما وصعه مثلاً بقى 3 سنتي بقى سنتي بقى 0.8 أو 8 من 10 وإلى آخر بقى دايق جداً بيحتاج بقى ساعتها للتدخل وبيحتاج أن احنا يقما نوسعه ويقما نغيره والتوسيع ده ممكن يعني عن طريق الأسطارة برضو شوف الطب تقدم جداً في الحتة دي بالذات في السن الكبير لأن في السن الكبير طبعاً بيبقى فيه مشكلة أنه ممكن ما يحتملش البنج الكل والآخر ممكن يكون عنده مشاكل فيه الشرعين التاجية مع الصمام كنا زمان بنوسع الصمام ده باللونة بس اكتشفنا أنها ما كانتش كافي قوي اللي هو الصمام المتكلس ده بيرجع يديق تاني لغاية ما يمكن من حوالي 10-15 سنة ابتكروا التكنولوجي جديد أن احنا بندخل صمام عن طريق الأسطارة صمام جديد ويركب جوه الصمام القديم اللي هو كان متكلس ده ويتساب يبقى صمام جديد كأنه يركب له صمام جديد بنسميها دلوقتي التافي كتير قوي ناس بتسأل وبتسمع عنه كتير جداً وبقى بنركبه للناس عندها 70 سنة و80 سنة بس ده تكون متقدم جداً يعني وبتسمي بنجي مودعي